السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الدرس 23 من دروس القراءات محمود الطيب هذه المرة من معبد حاتش بسود وبالتحديد من مقصورة أنوبيس من معبد تخليط ذكرى الملكة حاتش بسود هنا في المقصورة بعدما دخلت عددتها صفة الأعمدة ثلاث صفوف الصف فيه واحد, اثنين, ثلاثة, أربعة أربعة أعمدة يعني هنا عندنا 12 أعمود زي الأضلاع اللي هم الستاشر 16 دلع معروف الطراز بتاع حاتش بسود وموجود فيه معبد مود طراز القصة 14 من أيام حاتش بسود المهم هنا فيه نص عجبني ممكن يتجري ويكون ممتاز طبعا الحالة بتاعة الألوان هنا في حالة جيدة من الحفظ عشان كان السقوط الجبل أو الصخر للنهار وغطى المكان فحافظ المقصورة بتاعة الألوانها اللي موجودة بكل السكف بتاعها شايفين الخرطوش ده واخد لون يعني متشال اسم حاتش بسود بعد ما ترم بعد ما تدمر ترش عليه اللون الأصفر ده أو الدهم باللون الأصفر بعد الخرطوش فيه كلمة انبو نبتا جسر وميري وتحت الميري فيه حرف الحرفه ت متشال حرفه تترمي عن حريقي حرفه حرفه تترمي عن حد بعد الخرطوش لدينا كلمة انبو يجب أن نأخذ كلمة ميريت الأول ميريت هي الفاسل لعلامة الحمرة بحرف التيل متشاله ورشتين اللي هم خضر دول يجري ميريت و تذهب لاجع ثاني لانبو ميريت انبو نبتا جسر سيدة جبانة محبوبة أنوبيس سيدة جبانة بعد ذلك عنخ جد واس ميراع سنجرب ما الأول ونجلب ما الأول النص يقول محبوبة أنوبيس سيدة جبانة لها الحياة الاستقرار السلطة السعادة في القلب مثل راع للأبد ميريت انبو نبتا جسر عنخ جد واس ميراع محبوبة أنوبيس لها الحياة والاستقرار والسلطة والسعادة في القلب مثل رع للأبد محمود الطيب من عبد حجبسوت شكرا